تحياتي اجت قرعة دوري أبطال أوروبا متوازنة جدا توزعت القوة بحيث أن الأقوى اصطدموا بعض حاليا والفرق اللي ربما تعاني بمعاشاك المعينة عم بتواجه بعض أيضا وهذا خلى كل مباراة تقريبا صعبة التوقع من النظرة الأولى بدك تدخل بتفاصيل كثير وضايل للمباريات تقريبا شهر فكثير أشياء ممكن تغير بشهر ما بين إصابات لعبين تحسن مستوى فرق نذكر ماشيستر سيتي السنة الماضية لشهر واحد ما كان حدا يتخير أن يختم الموسم بثلاثية لكن التغيير التكتيك اللي عمله جوارديولا وقتها لما تحول لتلاثة ستة واحد خلى الفريق ينفجر ويسيطر لنهاية الموسم فلسه في وقت لشوية تغييرات في هذه الحلقة رح نمسك المباراة مباراة ونتكلم بشكل عام مش كثير حنفصل لأنه عندنا كثير حلقات جاية إن شاء الله قبل المباراة ومنبدأ في المباراة اللي أصبحت كلاسيكو أوروبي كل سنة عم بتكرر ريال مدريد ومانشستر سيتي بنتكلم عن فريق يعني إله هبته بإسمه في أوروبا اللي هو ريال مدريد وبعيش موسم جيد وبنتكلم عن فريق فعليا مش بمستوى لكنه ما زال في كل المسابقات ما زال بينافس على الكأس وبنافس على الدوري وبنافس على دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي اللي خلينا أختصر الموضوع مانشستر سيتي في دفاعه الحالي بمشاكله الدفاعية الحالية لو ضل زي ما هو ورح واجه ريال مدريد الحالي بشهر أربعة مانشستر سيتي طلع لأنه مانشستر سيتي ما بيملك نفس جودة الضغط اللي سحق فيها ريال مدريد الموسم الماضي ما بيملك نفس التنظيم بين خطوطه اللي سحق فيه ريال مدريد الموسم الماضي ومع جونيور ورودريغو بيلنجهام والكرة اللي على الأرض الحلوة في وسط ريال مدريد حيعاني مان سيتي إذا ما تحسن لكن عنده شهر يتحسن فيه بهذه المسألة شوف نامع ليفاربول يعاني من هذه النقطة في أكثر من مباراة مهمة يعاني من هذه النقطة لسه الفريق مش عم بيمشي صح في هذا الاتجاه إذن إذا قدر السيتي يستعيد حدته وكثافته وضغطه الممتاز هون حنحكي قصة ثانية هون رح نحكي جزء أساسي من انتصارات ريال مدريد بخططه الحالية اللي قائمة على بيلينج هامد هو يا مهاجم يا لاعب وسط محدش عارف وعلى رودريغو جونيور التحرر الكامل في الهجوم قائم على أساس السيطرة وإذا السيتي سيطر فريال مدريد خسر أساس الفكرة كلها لأنه فكرة التحرير المطلق للثلاثي في الأمام قائمة إنه الكرة مع مدريد وبجودة عالية بتيجي الأهداف بصير الموقف مختلف بصير وهدرود يرجعوا لأورا بصير الآن ما نتكلم عن جودة خط دفاع ريال مدريد مقابل جودة خط هجوم السيتي وهن في فارق واضح للسيتي إذن هذه هي اللقاء لو يلتع باليوم بالظروف اليوم السيتي حيعاني أكثر بكثير بمعانا الموسم الماضي حيواجه مشاكل دفاعية مطلقة لكن بعد شهر خلونا نشوف ريال مدريد كوضعه واضح أساسه خط وسطه قوته خط وسطه مهم جدا يوصل هذه المباراة فالفيردي بمستوى كروس بمستوى كمين مستوى كما فينجا جاهز لعبين كلهم يكونوا موجودين لأنه دائما هذي قوة أنشلوتي اللمسات اللي بيعملها في خط الوسط هذي بالنسبة للمباراة الأولى طبعا هي 50-50 أرسنال وبايرن ميناخ إذن هي المباراة الثانية وهي المباراة اللي ربما البعض عطول بتذكروا أيام ما بايرن كان يروح لأرسنال سبعة بستة ونتائج لكن صراحة الوضع تغير المفروض ليش يتغير؟ أرسنال الآن أكثر ثقب نفسه أفضل لعب لكورت القدم من أي فترة في السنوات الأخيرة جودته أعلى شخصيته أفضل وبنافس على دوري الإنجليزي اللي هو بسكل شخصية أي فريق موجود في العالم وبالتالي هو عم بواجه صعوبات وعم بحقق نتائج مهمة أمام سيتي أمام بربول اللي هم أيضا عمالقة لو كانوا بيلعبوا مع بايرن ميناخ كانوا الناس حيشوفوا المباراة متكافية إذا مش الأفضلية للفريق الإنجليزي إذن أرسنال بالمعطيات بالأداء الحالي لا حتى أحسن من بايرن بالمعطيات الأداء للفترة الأخيرة أحسن من بايرن بجودته بدكته أحسن من بايرن بايرن عنده مشاكل كثير حتى الآن بايرن مش عارف مين خذ دفاعه حتى الآن بايرن مش عارف شو بدي يلعب كرة قدم بلعب مبارتين ثلاثة ممتازات بعدين برجع يفلت أو عنده هاركين مرعب أرسنال الخبرة هون بتميل لبايرن مناخ الشخصية ما زالت بتميل لبايرن مناخ مباراة إذا يجينا أن نقص عليها على الموسم الحالي أرسنال بقدر يتأهل أرسنال بقدر ينتقل بس إذا قلسناها على الآخر 3-4 مواسم منقول هذا بايرم ينغ اللي ممكن بأي لحظة يدخل ويصدمك بأنه فريق قادر يكتسحك لو أنت انزلت أمامه ربما تنخل بلعب بدون ضغط أيضا في المقابل لازم نشوف الضغط على أرسنال في تلك اللحظة شو هيكون وضعه بسباق الدوري هيكون إيجابي سلبي هيكون لسه شاعر بالثقة المطلقة ولا بلش يحس الدوري عم بضيع يعني هذا كلها بتلعب دور الضغط البدني على عيبته مين موجود مين مش موجود أيضا بايرم ينغ تقريبا ما ظل عليه ضغط الدوري شبه رايح لفركوزن هذه العناصر صعب نشوفها الآن رح نحكي عنها أكثر قبل المباراة بس إذا أقيمت المباراة اليوم أنا حكون صريح أرسنال أقرب للتأهل ونروح المباراة ثالثة برشلونة بريسان جرمان هذه المباراة بتشعر أنه بنايتين مش مكتملات بالعبودة بعض يعني في مشروع هون نقصوا شي وفي مشروع هون نقصوا شي مشروع بريسان جرمان الحالي نقصوا خط وسط يعني ما في لعبة وسط تمسك مباريات وشوفناهم بالدور الأول قديش عانوا في كل مباراة تقريبا نفيش تحي المشكلة في برشلونة في إصابات بالوسط لسه مش عارفين ديونج حيلحق يرجع ولا لا طبعا بدري على الأغلب حتى الآن ما راح يلحق يرجع هل ديونج لما يلحب وقون دوغان لما يلحب والموجودين يعني ما عمش مين هيكملهم كريستنسن ربما هل هم قادرين يمسكوا خط وسط بريس ولا لا هل هم قادرين يتفوقوا عليه ولا لا إذا ما قادروا يتفوقوا من روح المشكلة الثانية بتصير لبرشلونة لأنه خط هجوم بريس بأسماءه بتعدد خياراته حتى في الاحتياط أفضل من خط هجوم برشلونة الحالي بأسماءه وأداءه تعدد احتياطه لأنه لا ليفاندوفيسكي 100% ولا جواوفيليكس 100% ولا رافينيا 100% ولا فيرانتوريس 100% ربما الوحيد اللي يعني مرضي عنه حاليا لمينيامال فلو ضلوا بهذا الأداء لشهر أربعة منيجي نتكلم المحركة صارت بتميل لسان جيرمان فهون بصير خط الوسط تتشابي من اليوم لهذاك اليوم حيضلوا يفكر كيف بدوا سيطر لأنه لو سيطر طلع خط هجوم من سان جيرمان للعبة هذا أولا الدفاع الاثنين عندهم دفاع كويس ودفاع سيء بنفس المباراة الاثنين ممكن يقدموا 40-50 دقيقة مثالية وبعدين اتلقوا هادفين فمين اللي حيكون محظوظ يومها بالتركيز هاد المباراة 50-50 سواء قيمة اليوم أو قيمة بعد شهر مع فارق كليان إمبابي بصراحة هل إمبابي حيقدم مباراة خارقة ولا حيلعب مباراة عادية هل حيفكر فيها انها مباراة يعني إعلان وصوله لمدريد بطريقة مختلفة ولا حيلعبها من باب خلينا نخلص يعني هو طبعا مش بإيده هيك يعني بطربها مثال أكيد هي المباراة هادية هل إمبابي حيكون السوبر ولا إمبابي العادي إمبابي السوبر هذا كأننا بنتكلم أنه باريس بلش المباراة متقدم بهدف مقابل لا شيء وروع المباراة الرابعة اللي هي دورتموند وأتدقوا مدريد والليه صراحة يعني أعتقد هم الاثنين مبسوطين وبيحبوا بعض إنه الحمد لله الله جابك والحمد لله الله جابك لأنهم الاثنين من بيلا الثمانية الأقل متوسط أداء هذا الموسم الاثنين اللي هم مش عارفين يثبتوا على أداء ولا على شكل فيلعبوا مع بعض وريحوا رأسهم طبعا المباراة وقيمة اليوم بعد شهر هي خمسين خمسين لأنه الفريقين هدول عودونا بدوري أبطال أوروبا لما يتقدموا بتبطل عارف شو ممكن يعملوا دورتموند في أوروبا للعلم بيعب كويس أحسن من الدوري وهذه ممكن تكون إشارة إيجابية إليه بس أتلتكم طلع واحد من أحسن فرق هذا الموسم في أوروبا إنتر ميلان وهذه رسالة واضحة سيميوني بشخصيته باللعبين الموجودين اللي عندهم خبرة أوروبية بتميل إلهم يعني في المعطيات نقاط الفوز والخسارة أتلتكم عنده نقطة زيادة على دورتموند هذا هو الملخص العام رح نحكي أكثر لما تقرب المباريات هندخل بتفاصيل أكثر شوي شوي كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة